موسيقى سلام المسيح وأهلا وسهلا بكم بالتأملنا لهذا اليوم بالأخص لهذا اليوم موضوعنا هاليوم هاليوم هو عن اليوم نقرأ بالكتاب المقدس أنه اليوم تكون معي في الفردوس اليوم أأتي عندك اليوم هو يوم الخلاص كل الأوقات نحن نعلم عن الاختبارات الماضية عن تاريخ الكنيسة عن الخلق وتعامل الله في الماضي وهذه كلها طبعا مهمة بعض الأحيان التركيز بيكون على التخطيط للمستقبل والتعليم بيكون عن مجيء المسيح الثاني والدينونة وهذا همينا طبعا مهمة جدا لكن مريد نستطيع صغير لا هاي ولا هذيج لكن المشكلة أنه ده ننسى الحاضر ده ننسى اليوم الآن الكنيسة هي هدية الله للعالم على متحجي وتعلن في هذا اليوم في هذا الوقت في هذه اللحظة عن عملها ودورها كل الأوقات نتكلم عن شباب هم هم المستقبل لكن الحقيقة الشباب هم أولادها اليوم ليش ما يأخذوا مكانهم اليوم في الكنيسة؟ ليش ما يأخذوا مكانهم اليوم في الخدمة؟ ليش ما يأخذوا مكانهم اليوم في الأدوار التي الله داعيهم بها؟ الرب يسوء ذكر أدت مرات عن اليوم مثلاً مثل ما ذكرت بالبداية في آيات فابتلا يقول لهم أنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم لوقة أربعة واحد وعشرين قال له يسوء اليوم حصل خلاص لهذا البيت إذ أيضاً هو ابن أبراهيم قال له يسوء الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في البردوس إذ قيل اليوم إن سمعت صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط اليوم اليوم لتأجل دعوة الله لدعاك بيها لأيام ثاني للمستقبل أخذها واستخدمها اليوم لا ترفض الخلاص اللي الله دي أعطيك يا هاليوم لا ترفضها هاليوم وتأجلها للأسبوع القادم أو الشهر القادم أو السنة الجاية هاليوم تقدر تصلي هاليوم تقدر تأخذ القرار هاليوم تقدر تأخذ خطوات باتجاه الله هاليوم هاليوم تقدر تغير كثير أشياء وتأخذ قرار لتغيير كثير أشياء بحياتك بهذا اليوم لا تأجل خلينا نصلي من أجلك ومن أجلك أنه فعلا القرار الذي نأخذ هاليوم يكون قرار بيمشوا إياه كل حياتنا يا بان السماوي بنشكرك من أجل هذا اليوم اللي أنت عطيتنا نشكرك يا رب أنه أنت يا رب سلطانك قوتك موجودة حتى في هذا اليوم ليست فقط في المستقبل نشكرك يا رب من أجل الكلمة يا رب أنه اليوم تريد تدخل إلى حياتنا وتغيرنا ساعدنا يا رب أنه هاليوم بهاللحظة نقبلك كمخلص إلنا ونختبر فعلا التغيير ونختبر خلاصك باسم المسيح يسوء أصلي آمين آمين مجد الرب بحياتك اليوم مجد الرب بحياتك اليوم مجد الرب بحياتك اليوم